اشهر قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات البرلمانية المزمع اجرائها في شهر ايار المقبل وخلال هذه الفترة الحرجة ترتفع اصوات المواطنين بمشاركة شريحة الشباب في الانتخابات القادمة ومنع المتهمين بالفساد من الخوض فيها نحن كابناء عشار لنبار نحث كل ابناء المحافظة في الذهاب الى صناديق الاقتراء لكي يختاروا الشخص المناسب في المكان المناسب لقيادة المرحلة القادمة ولا يعودوا الانتخاب مثل هذه السياسيين الذين دمروا المحافظة وتاجروا بابناء المحافظة ندعوهم لاختيار بحكمة ودقة ندعو كافة ابناء العراق النشامة والغيارة واللي همهم حب العراق العظيم ان يتوجهوا بقوة الى صناديق الاقتراع يوم الانتخاب لاختيار من هو افضل والتخلص من الفاسدين الذين اوصل العراق الى حافة الهاوية لان صناديق الاقتراع هي الفيصل والحاكم في اختيار من هو افضل لان الشعب هو القادر على التغيير وطالب سكان مدينة الرمادي بابعاد الكتلة السياسية المهمنة على الشارع العراقي منذ سنوات طوال والتي لم تقدم أبسط مقاومات الحياة اليومية للمواطنين وضع الانتخابات في محافظة الأنبار بتقديري الشخصي على المواطن أن يدلي بصوته في مراكز الانتخابات كون هذه الانتخابات في اعتقاده هي مصيرية بتقديري الشخصي كل ما كان نسبة الناخبين اكثر كل ما استطعنا ان نغير بالعملية السياسية الحالية في العراق في عموم العراق وفي محافظة الأنبار ارى من الضروري علينا احنا كالشيوخ عشائر ان نحذ كل مواطن على المشاركة في الانتخابات لتغيير هذه الوجوه الكالحة الفاسدة التي عاثت في محافظة الأنبار وفي بقى محافظات العراق فسادا في حدر المال الحام يتأمل المواطن الأنباري خلال مرحلة الانتخابات المقبلة أن تأتي وجوه جديدة وكفوة للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة وانهاء معاناة أهالي الأنبار من الرمادي أحمد الحمداني قناة شامر اشتركوا في القناة